تحية لكم مشاهدين الكرام فرضت العملية العسكرية في محافظة الشبوى وإعلانها من قبل المحافظ عوض العولقي ونطق باسم التحالف العربي تركي الملكي محافظة محررة وانطلاق عملية عسكرية بالأمس لتحرير المدريات الجنوبية لمحافظة مأرب فرضت مشاهدين معادلة عسكرية وسياسية جديدة نتابعها من خلال التحركات وزيارات محمومة لطهران في كل من عمان وقطر نقرأ في حلقة الليلة من حديث المساء أبعاد هذه التحركات الإيرانية ودلالة توقيتها لتساءل أيضا هل تحرك طهران لإنقاذ ميليشيا الحوثي إذ الهزائم التي تلقتها وتتلقاها عسكريا كمنا نقش في الجزء الثاني إنعكاس الضغط الدولي وتأثير الهزائم على هيبة الميليشيا في الداخل وعلى مناصرها ونقش ذلك بمعيات ضيوفي في حلقة الليلة من حديث المساء وقبل متابعة التقييد دعوني أرحب بضيوف حلقة الليلة معنا هنا في السوديو السيد عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد لدراسات والبحوث نرحب بك سيد عبدالسلام مرحبا بك مساء الخير وأشكر انضمامك معنا وكما ينضم معنا عبر سكايب الدكتور عيد المناع الأكاديمي والباحث السياسي المعروف مساء الخير دكتور عيد حياك الله مساء النور تحية لك وأشكر انضمامك معنا الدكتور إذن مشاهدين وضيوفي دعونا نتابع هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش تصاعدت وطيرة الهجمات على ميليشي الحوثي في محافظة شبوة ومأرب عبر القوات الحكومية وبإسناد جوي كثيف لطيران التحالف العربي بعد أن فشل المجتمع الدولي في إقناع ميليشي الحوثي بالتوجه على طاولة الحوار لإنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدم استعاد الجيش اليمني بإسناد التحالف ثلاث مديريات في محافظة شبوة خلال أسبوع فقط مثل هذا التطور صدمة لدى ميليشي الحوثي وأنصارها وأفقدها توازنها النفسية والعسكرية وحتى السياسية الصدمة تجاوزت حدود اليمن إلى طهران التي فهمت الرسالة جيدا فالمجتمع الدولي لن يقبل بتجاوز الخطوط الحمراء التقى ناطق ميليشي الحوثي بوزير الخارجية ظهران في مسقطة على أهامش زيارة لعدة عواصم خليجية يبحث فيها عن ما يطفئ الحريق الذي يشتعل بذراعه في جنوب الجزيرة العربية الرسالة وصلت مبكرا إلى الضاحية الجنوبية فقد تجاهل حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة الحديثة عن التطورات في محافظة مأرب واختفت من القنوات التي تدعمها إيران أي إشارة إلى المعارك الدائرة حول أسوار مأرب الراسخة في قلب الصحراء بعض الطهران رسائل ناعمة إلى جوارها الخليجية وأبدت استعدادها لفتح علاقات مع السعودية تحديدا رغم المعوقات كما صرح المتحدث باسم خارجيتها فإيران التي لا تكترث للخراب في البلدان العربية ليست حريصة على السلام إلا بالقدر الذي يهدد نفوذها وأذرعها فيها تحترق أوراق العبتي وتضيق مساحات المناورة فإيران باتت تتقلب بين صفيح ساخن يحرق ذراعها في اليمن وبين صقيع المفاوضات النووية في شتاء أوروبي قارس وحصاراً اقتصادياً يخنق أنفاسها فهل ستأتي غصة طهران ثمارها من فراجة على اليمن السعيد أم تبحث إيران عن فرصاً للمراوغة لتلتقط أذرعها أنفاسها وتعاود اللعب على الطاولة من جديد إذن تابعنا هذا التقرير مشاهدين هذه التحركات الإيرانية نقرأها ونقرأ دلالتها وتوقيتها ربما في سياق يأتي هل هذه التحركات لإنقاذ هذه الميليشيا أثر هذه الهزائم التي تلقتها في شبوة وكذلك في المدريات الجنوبية لمحافظة مأرب هناك تغيرات في المعادلة العسكرية والسياسية نقرأها بمعاية السيد عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات وكذلك الدكتور عيد المناع الأكاديمي والباحث السياسي المعروف نرحب بكم ضيفية مجدداً سيد عبدالسلام بداية لو بدأت إذن قبل أن أبدأ معك سيد عبدالسلام في الشأن الإيراني نرحب بك سيدة أمل مساء الخير سيدتي مساء النور تحية لك وأشكر انضمامك ابقي معنا سيدة أمل سعود لك لو بدأنا بك سيد عبدالسلام من الأهمية بما كان هناك قبل المعادلة العسكرية انتصارات كبيرة حققتها أو حققها الجيش الوطني وكذلك ألوية العمالقة في شبوة إعلان هذه المحافظة محافظة محررة هل باعتقدك لديها تداعيات وغيرت كثيب المعادلة السياسية والعسكرية وربما نحاول نقرأها من خلال هذه التحركات المحمومة للطهران وهذه الزيارة إلى عمان والتقاء وزير الخارجية بمحمد عبدالسلام وكذلك الذهاب إلى قطر إذا بدأنا من التصعيد الأخير لإيران والحوثين في اليمن كان الهدف واضح جدا هو خلق معادلة جديدة للضغط فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية أي بمعنى تم استخدام الحوثين كوراقة وإلا الحوثيون لو حسبوها حسابات صحيحة هم يعرفون أن مارب لم يدخلوها في 2015 هي ومدينة تعز بالذات وهتين المنطقتين هم يعرفون أن خسائرهم ستكون فادحة إذا فكروا بها وللأسف انتحروا من خلال قبولهم بفكرة الدخول إلى مارب شجعهم على ذلك الإيرانيون لأنه سقوط مارب معناها نستطيع أن نقول آخر معقل الشرعية في محافظات الشمالية بستثناء تعز تكون في يد الحوثين وبالتالي يخلقون واقعاً انفصالياً هذا سيدفع بإيران للحصول على كثير من التنازلات من قبل المجتمع الدولي وبالذات مع السعودية في المفاوضاتها في بغداد وحقيقة صمود مارب الطويل إلى جانب أن بعد مقتل حسن إيرلو شعرت الإيران بالضعف وفهمت أنها لن تستطيع إلى جانب أن محمد المخيتي ذكر هذا المسألة أنه دخل محافظة شبوة للتفاف من أجل الإنجاز وإسرع في إسقاط مارب وتحرك الجيش في الجهة الثانية قوات العمالقة أيضاً تحرك التحالف العربي بقوة خلال الفترة الأخيرة أنهى الأمل تماماً بإسقاط محافظة المارب أي بمعنى أنهم ستطول فترة الحرب حتى لو توقف التحالف عند شبوة لكن خلاص كثير من آمالهم ضاعت هباءاً في مسألة الدخول إلى مارب وبالتالي إيران أصبحت هذه الورقة مكلفة عليها أكثر فإذا أنها لم تنجز أو سقطت عليها ورقة مارب قبل بدء المفاوضات معنى أن ورقة من أوراق الضغط انتهت بالنسبة لها أما إذا خسرت الحرب وتوجه الجيش لإسقاط محافظات أخرى كانت الحركة الحوثية توسعد بدعم إيراني هنا ستكون مسألة أكثر خسارة عليها وبالتالي لا بد عليها أن تتقدم تنازلات في هذه المفاوضات وفي المجمل وفي المجمل منذ مقتل سليماني الحرس الثوري بدأت أيديه تضعف في الإمساك بقدراتهم في المنطقة بشكل عام نعم تم إضعاف هذه القدرات كما تحدثت عبد السلام الكذيب من النقاط دعني أيضا أنقلها لدكتور عيد المناع أيضا دكتور عيد يعني ما هي قراءتك لهذه التحركات النشطة والمحمومة لوزيرة الخارجية الإيرانية من عمان إلى أيضا قطر هل تلاحظ أيضا أن هناك معادلة جديدة تم خلقها الآن من خلال هذه الانتصارات في شبوة وأيضا بالأمس انطلقت عملية عسكرية لتحليم مدريات الجنوبية لمأرب ما هي قراءتك في أي سياق تأتي هذه الزيارات تحياتي لك ولي ضيفيك الكريمين الأستاذ عبد السلام والأستاذ عمل وللمشاهدين الأعزاء أنا أعتقد أول أن أشارك أخي عبد السلام بأن الحوثي ارتكب عملية انتحارية بالاتجاه نحو شبوة ونحو مأرس لأن الحقيقة تمددت خطوط الإمداد وأصبح مكشوف فبدأ القصف الجو المكثف عليه وأنهاكو وادأ إلى قتل أعداد كبيرة تقدر يمكن الآن حوالي 37 ألف حسب اعتراف الحوثيين من خلال القتل للعسف الشديد ما ودنا أن واحد يقتل حتى من هذا الطرف الحقيقة أنا أعتقد أن العملية بالفعل هي إيرانية للتفاوض في هذه الورقة مع المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والظهور بأن إيران لديها مخالب في كل مكان في لبنان في العراق في سوريا وفي اليمن وبالتالي تستطيع أن تحدث إرباك بالمشهد السياسي الآن بالتأكيد شعر متخذ القرار الإيراني أن القضية لن تقتصر على مقتل حسن إيرلو وربما حتى بعض القيادات الحوثية التي لم يعلن عنها رسميا والأهم هو أنه بدأت عملية مكثفة لطرد الحوثيين من جنوب مارب وأيضا من الشبوة وبالتالي بدأت عملية هذه العصابة تنحسر تنحسر إلى حد كبير وبدأوا يوسط القبائل والشخصيات لتأمير انسحابهم من المناطق التي كانوا يحتلونها أنا أعتقد أن المحاولات الآن لزيارة عمان وزيارة قطر هي الحقيقة لعملية التوقف التهديئة والحديث مجددا بتكتيك جديد أنه ممكن نتفاوض ثم لما تفاوضنا بالكويت تفاوضنا بعمان تفاوضنا بستوك هولم دعونا نتفاوض ونصل وهذه الحقيقة هذه العبارات تطرب الغرب الغرب يحب أن يكون فيه تفاوض وحلوة إلى خير ونفس إيران بالمفاوضات طويل دكتور عايد نعم نفسها طويل وصبورة جدا والآن هي تدعي بأنه فيه تطور بالمفاوضات مع الدول الغربية مع العلم أن الغربيين يقولون ليس هناك تطور والأمل عندها هو أن تصل إلى مرحلة امتلاك القنابل النووية ولديها صواريخ فممكن يكون هذا تهديد للعالم وإخضاعه لإرادتها وهذا طبعا باعتقاد حل طوباوي غير واقعي جميل سأعود لك دكتور عايد ابقى معي تحول الآن لسيدة أمل عالم نقطتين مهمتين تم ذكرها من قبل سيدة عبدالسلام وكذلك الدكتور عايد بما يتعلق بمن خلال أيضا متابعتك للشأن الإيراني هل فعل الإيران أصبحت الآن ربما ورقة مأرب مكرفة عليها وهي فشلت هناك؟ سيدة أمل قبل أن تقل لمسألة ربما أيضا تحدثة دكتور عايد أن أيضا لم يتوقف الموضوع مقتل إيرلو الآن تعد الموضوع لتقدمات جديدة ومعادلة عسكرية جديدة سيدة أمل صحيح إيران كانت تراهيم بشكل كبير على حسم الأمور في مارد بشكل سريع لصالحها بحيث يلعب ذلك دور بشكل إيجابي في مفاوضاتها النووية مع الغرب طبعا إيران هي قليلة الخبرة في المجتمع اليمني وطبيعة البيئة اليمنية لذلك على الأرجح أن حساباتها لم تكن دقيقة وتوقعاتها أيضا كانت مرتفعة لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن الإيرانية حتى أنه في يعني مؤخرا عندما كان هناك يعني مفاوضات سعودية إيرانية كان الرد الإيراني أنه في حال رغب السعوديين في حل الأزمة في اليمن عليهم الذهاب إلى حزب الله الآن الأمور اختلفت بشكل جذري أصبح الإيرانيون يظهرون بعض المرونة الغير معهودة عنهم في المفاوضات النووية مثلا مؤخرا التقى ممثل روسيا بالجانب السعودي في وقت سابق كان الإيرانيون يرفضون إشراك أي جانب إقليمي في المفاوضات النووية ربما الآن يتحرك فعلا الإيرانيون طبعا الزيارات الزيارات الحالية تحمل أكثر من أهداف الهدف الرئيسي طبعا هو الملف النووي قد تكون راغبة في إدخال الوسطى لتنقل وجهة نظرها بحيث لا تصل هذه المفاوضات إلى طريق مزدود وبما أن أيضا الوضع العسكري للسعوديين يلعب دور كبير في المفاوضات النووية فليس من المستبعد أنه يكون زيارة الوزير قد حملت طرحات لحل سياسي جديد كنوع من المماطلة وإعطاء الحوثيين فرصة أيضا لكسب وقت وإيجاب طريق لإرسال أسلحة أيضا للحوثيين ربما أيضا سيدة أمل لرئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث أنه أكد للرياض أن الأزمة في اليمن هي أزمة داخلية ومستعدون ربما للوساطة والتفاوض أيضا يؤكدون للرياض في أي سياق يمكن قراءة هذا التصريح؟ طبعا هو من السياق العسكري والوضع العسكري الحالي يعني اختلفت التعاطي الإيراني مع الملف اليمني اختلف بشكل كبير عن ما قبل الانتصارات الحالية في شبوة والإتقاح أيضا باتجاه مناطق أخرى عن قبل تحرك الوضع العسكري في السابق نعم ابقى معنا سيدة أمل أيضا في هذه النقطة سيدة عبد السلام كيف تقرأ هذه التصريحات حاليا مستعدون للوساطة ويؤكدون للرياض يعني وهل هذه أيضا ربما تندرج ضمن الرسالة الناعمة الآن من قبل طهران للخليج وتحديدا لملكة العربية السعودية إيران لديها مؤسستين واضحة المؤسسة السياسية الخارجية الإيرانية والمؤسسة العسكرية التي حرست ثوري الإيراني فعندما تجد ميليشياتها فرصة في التقدم والضغط والسيطرة والاعتداد بذاتها وبانتصاراتها في اليمن سيتحدث الحرس الثوري الإيراني ولكن عندما تهزم وترى مشاريعها تتساقط تخرج الخارجية وتتحدث عن الحلول السياسية إيران الدولة تنفل سياساتها بأدوات خشنة ولا مجال هنا للدبلوماسية إنما الدبلوماسية تستخدم استخدام كوسيلة فقط وليست كاستراتيجية بالنسبة للإيراني نحن نعرف أن إيران دولة عسكرية يقودها الحرس الثوري ودولة فوضوية ودخولها في أي دولة تدخل بالجانب المسلح والعنيف وبالأدوات الخشنة لا تدخل بأي قوة نعمة إطلاقا لا باكتصاد ولا بشيء آخر وبالتالي نحن نقول أنها دولة الحرس الثوري الإيراني وعندما تضعف هذه الدولة في مكان ونفوذها يضعف في أي مكان تسلل الخارجية الإيرانية تعالي صرحي وتحدثي عن الحوارات السياسية في المنطقة نعم وهذه طبعا أيضا في نفس هذه النقطة دكتور عيد ما هي أيضا قراءتك سيد عبدالسلام يؤكد هكذا هم الإيرانيون سقور وحمائم متى ما يصاعدون يعني يخرج مسؤولون ويصرحون وكذلك عندما تكون هناك ربما يعني ضغط من قبل أمريكا ربما تأتي مثل هذه التصريحات فكيف تقرأها طبعا الحقيقة يعني اتفق مع الأخ عبدالسلام وأعتقادي بأنه الإيرانيين الآن يعتبروا نفسهم ولي أمر الحوثي وولي أمر الميليشيات المشابهة حزب الله الحجد الشعبي بعض القوى الحقيقة اللي موجودة الآن في سوريا زي نبيون وغيرهم كل هؤلاء تعتبر إيران أنها وليهم وولي أمرهم ومرجعيتهم وبالتالي تشعر بالمسؤولية عن تأمين على الأقل انسحابهم بأمن أنا أعتقد أن هذا طبعا إدراك للوضع الميداني وأنه وضع الحوثي تعقد لأنه حقيقة قبل اجتياح شبوة وقبل طرد الحوثيين من جنوب مأرب كانت هناك عمليات نوعية لطيران التحالف أصابت أهداف دقيقة ليست مجرد رد فعل على إطلاق صواريخ معينة أو طائرات مسيرة وإنما ذهبت إلى تخزين طائرات صواريخ دبابات عاليات كل هذا عدى إلى أن بالإضافة إلى التمدد الذي تم من قبل القوات البرية الحوثية إلى أن تتعرض لقصف مكثف ويؤدي إلى الحقيقة إقاع ضرار كبيرة فيها أدى في نهاية البطاف إلى أن يضع كماء للجنود الذين قد يفرون وخاصة الشبان الصغار الحقيقة ويقوموا مثل ما كان يقوم نظام صدام حسين بإعدام من يفر من ميدان المعركة بحجة أنه هذا جبان وآل أخرا لذلك نعتقد إيران الآن تريد أن تقول طالما لم يسقط الحودي إلى الآن وقد يأخذ بعض الوقت الحقيقة أنه ممكن نعمل عملية تفاوض بين إيران وبين هذه الدول أنها تضمن يوم من الأيام يحصل حل سياسي تعرف أن الحقيقة السعودية ودول التحالف العربي حريصة على أن لا يكون هناك خسائر بالأرواع والبنية التحتية اليمنية طب هل باعتقادك الآن نعم يعني كيف ستكون ردة فعل المنمكة العربية السعودية من خلال هذه المؤشرات الآن والدعوة للتفاوض ربما والحوار هل ستدخل ضمن انفاوضات وحوار ويطول الموضوع يعني من وجهة نظرك أو سيكون هناك شروط معينة هل سيكون هناك تهديئة من قبل التحالف العربي أنا أعتقد السعودية والتحالف العربي غير معنيين بالتفاوض أصلا التفاوض يتم بين اليمنيين القضية يمنية قوة التحالف جاءت بناء والسعودية على وجهة خصوص بناء على طلب الرئيس اليمني الذي يمثل الشرعية وبالتالي تدخلت جاء القرار الدولي 2216 ليؤكد أن شرعية هذا التدخل وبالتالي اليوم هذا غطاء دولي واضح علني القرار الدولي بكل وضوح يدعو الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من جميع الأراضي التي احتلوها والعودة إلى حيث المواقع التي انطلقوا منها في صعدة وتسليم جميع ما استولوا عليه من ماديات كاملة للدولة اليمنية نعم وحتى ملاحقة الذين يرتكبون جرائن وضحت الفكرة دكتور يعني كما تحدثت يعني التحالف غير معني بالتفاوض كما تحدثت مع إيران بما يتعلق بالشأن اليمني أشكر انضمامك معنا دكتور عيد المناع الأكاديمي والباحثة السياسية المعروف شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا أتحاول لسيدة أمل عالم سيدة أمل يعني هل الآن ربما يعني طهران عنوان المرحلة التي الآن هي فيها هي التهدئة وهناك تكتيج جديد من قبلها من خلال هذه الدعوة وهذه المرونة سواء كان في الملف اليمني أو حتى في الملف النووي في اعتقادي سيلعب التوجه الأمريكي أيضا دور في ذلك إذا بقي الأمريكيون يضغطون كما هو حاليا ربما فعلا ينخفض ثقل التوقعات الإيرانية ويتقهون إلى تهدئة أكثر وطرح يعني مقترحات نوعا ما عملية بينما إذا اختلف توجه الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لا أعتقد أنه الإيرانيين سيكونوا سيكونون فعلا على استعداد لتهدئة حقيقية أو أنه إيجاد مقترحات سياسية بناءة نعم جميل نتوقف عدد النقطة معك سيدة أمال الخبيرة في الشأن الإيرانية شكرا جزيلا لك سيدتي لانضمامك معنا سيدة أمال عالم شكرا لك سيدة عبدالسلام ستبقى معي في الجزء ثاني ربما نناقش أيضا يعني أثر هذه الهزائم وهذه العملية العسكرية انطلقت في محافظة شبوة على بنية هذه الجماعة في الداخل وعلى أيضا مناصرها مشاهدين إذن سوف نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود لإستكمال ما تبقى من حديث المساء فابقوا بعنا نرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام مستمرين في حديث المساء نقشنا في الجزء الأول ربما يعني التحركات النشطة من قبل طهران إثر العملية العسكرية انطلقت في محافظة شبوة وكيف قلب المعادلة العسكرية والسياسية الآن ربما نتحدث عن أثر وارتدادات هذه الهزائم بالنسبة لهذه الميليشيا على ربما بنيتها الداخلية وأيضا على مناصرين هذه الميليشيا بما يتسيد عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد لدراسات والبحوث سيد عبدالسلام ما هي ربما ارتدادات هذه الهزائم الآن على الميليشيا سواء كان في شبوة الآن في مأرب وأيضا هناك يعني كما نلاحظ ضغط أيضا دولي على هذه الميليشيا طبعا قبل ذهب إلى مسألة الارتدادات أولا نحن محتاجين تشخيص حقيقي لهذه الجماعة كجيادة هي تعيش كانت كجماعة ايدولوجية انصرية سلالية مناطقية أيضا أحيانا ولها ارتباطات بالخارج أكثر وبقرارات الخارج وهذا الذي منع انهيارها سريعا ولكن حقيقة الأمر هي تحولت الآن من جماعة طائفية أنا استطيع أن أقول أيضولوجية إلى جماعة حاقدة مصلحية أصبح التنافس المصلحي المالي يطغي على الجانب الأيدولوجي وهذا خلق سراعات داخلية وبالتالي هذه واحدة من الارتدادات التي تحصل ستضرب نواة هذه الجماعة وقوة الصلبة في الداخل في تنظيمها وبنيتها وهذا ما نراه الآن من الحديث عن الصراعات الداخلية إلى جانب هناك تصفية حتى في وقت ربما تقدمات هذه الميليشيا كان هناك صراع ما بين قادة الميليشيا في وقت سابق هل هذا الموضوع أكثر خطورة من ربما الهزائم الآن التي تتلقاها على بنيتها لا كان هناك تنافس لكن الآن هناك صراع حقيقي داخل بنية الدولة وكان التنافس هذا بين إطارات معينة مثلا الملتحقين بالحركة الحوثية من عضاء المؤتمر الشعب العام والقبائل في الفترة الماضية الآن تم تهميشهم وأيضا حتى ضربهم أيضا ضربوا الجماعة الهاشميين الموجودين الذين شكلوا نستطيع نقول الغطاء السياسي لهم في فترة من الفترة الآن بدأوا يشعرون بالتهميش داخل الحركة الحوثية وأيضا وصلت صراعاتي إلى الداخل ما بين جماعة عبد الملك الحوثي وقاربه وأيضا ما بين المشاط وآخرين محمد عيد الحوثي وأحمد حامد يعني صراعات داخلية وكلما المعركة تطول قليلا مع خسائرهم كلما يتفككون أكثر وأنا أرى أن مكتل حسن إيرلو سواء أثر مكتلوا وفاته في الأخير أثر تأثير كبير جدا على هذه الجماعة لأنا قلت أنها دائما بقي لها جانب من القوة بسبب سيطرة الخارج عليها لكن الآن تنكشف أكثر وأنا باعتقدي خلال الأيام القادمة فقط إذا التحالف استمر في الضغط العسكري وليس السياسي فقط الضغط العسكري مهم صحيح وأسقط مناطق حاكمة بالنسبة لهم يعني عادة الجيش إلى محيط صنعة ربما يأخذ حتى بعض المحافظات الاستراتيجية لهم بالذات المحافظات التي ذات أهمية عسكرية مثل بيضاء مثل يعني محيط ذمار وإب أيضا لأنه إذا تحرك الجيش من دمت الضالع ممكن يوصل لإب جميل وبالتالي أيضا إذا عاد الجيش لا نهم وهذا الذي نتحدث عنه إذا تم تحرير الجوف تستمر هذه العمليات وهي بطبيعة الحال سوف تنهار هذه الميليش كما تحدث لأنها تستمد قوتها من الخارج سعود لك سيد عبد السلام الآن ينضم معنا عبر قمار الصناعية عفوا السيد عادل الأحمد رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام نرحب بك سيد عادل مساء الخير سيدي أهلا وسهلا بك مساء الخير السيد عماني مساء الخير السيد عبد السلام ولكل المشاهدين الأكارم أشكر انضمامك معنا سيد عادل إذن نحن نتحدث ربما عن ارتدادات هذه الهزائم الصاحقة لهذه الميليشيا الإنقلابية في محافظة شبوة والآن أيضا عملية عسكرية في جنوب محافظة شبوة انطلقت بالأمس كيف تقرأ الآن أثى ذلك على هذه الميليشيا وعلى بنيتها تحدث السيد عبد السلام قبل قليل هناك صراع وهناك أيضا تنافس ولو كان ولو استمر أيضا هذا الضغط العسكري ربما تتلاشى هذه الميليشيا وأيضا تتفكك والكثير ربما من الأحداث حدثت أثرت على هذه الميليشيا من ضمنها يعني مقتر إيرلو بالضبط كما ذكر الأستاذ عبد السلام هناك طبعا خمسة مستويات من السامات أو من الارتدادات على هذه الإنصارات الجمهورية والإنكسارات الإمامية منها ما هو داخل جماعة الجرف أو ما يسمى بحوثي الجرف أو سلالية الجرف أنفسهم يعني بمعنى الدائرة الضيقة الحوثية لأسرة الحوثي ومنها ما هو ما بين الأسرة الحاشمية ونفسها حيث يحدث طبعا هناك حالة من التلاوم الداخلي هناك حالة من يعني الآن كانت هناك أسر عديدة كانت تنتظر أن الحوثي هذا سوف يحقق لها بعض المكاسب ولكنها يعني مثل بقية قطاعات الشعب اليمني بالعكس تراجعت إلى الخلف كثيرا وكانت ربما تعيش ظروفا أفضل وهناك أيضا داخل جماعة الحوثي نفسها ارتداد آخر ثالث داخل جماعة الحوثي نفسها ما بين هذه الأسار وما بين المخدوعين من أبناء القبائل الذي هم يعني يوما عن يوم يكتشفوا أنهم يعني كانوا يعني في يعني وقعوا في فخ يعني دعمهم لجماعة عنصرية تعتبرهم طبقة ثانية وكذلك ما بين الجماعة ككل وبين المجتمع وخامسا ما بين الجماعة وما بين الدعم لا شك أن هناك أيضا سيحدث تلاوم كبير أيضا مع بين جماعة الحوثي وبين الإيرانيين سيد عادل سنعاود الاتصال معك هناك مشكلة وهي الطبيعية على ذلك سوف تجعل نعم سنعاود التواصل معك لإصلاح مشكلة للتواصل معك بشكل أوضح سيد عادل أعود السيد عبد السلام محمد يعني تحدث عن ربما هذه الانقسامات داخل هذه الميليشيا والتنافس والصراع هل لديها القدرة على ربما السيطرة على هذه التباينة الآن وعلى هذا الضغط الذي يحدث سواء على طهران أو حتى أيضا عليها من قبل التحالف العربي كما لاحظنا عمليات عسكرية متواصلة وهزائم تلاحق هذه الميليشيا هناك عدة عوامل إذا استعاد الحوثي بعض هذه العوامل سيستعد سيطرةه الكاملة على الجماعة وأيضا على الأرض من ضمن هذه العوامل أنه تخدير المجتمع الدولي بمسألة السلام والبدل الحوار وأيضا إيقاف العمليات العسكرية من أجل إيقاف العمليات العسكرية للتحالف هذه المسألة إذا استطاع الحوثي يعيد يبدأ ترتيب أوراقه الجانب الثاني هذا على المستوى ربما الخارجي داخليا مناصريا هل يستطيعون الحشد ويعني كما في السابق دعني أذكر لك ربما الأخبار تتحدث أن ميليشيا الحوثي اعتقد بعد الدعاء بعض الدعاء الزيديين في محافظة عمران على خلفية دعوتهم بعدم جواز القتال تحت قيادة عبد الملك الحوثي ربما هذا التحرك في إطار ضعيف ولكن من المهم أن تكون هناك مثل هذه التحركات الآن في هذه المناطق هي كلها عوامل مرتبطة العامل الثاني عامل إذا استطعت إيران أن ترسل بديل كقائد عسكري بدل حسن إيرلو هم يسربوا أن شهلا سيكون هو البديل لا أدري مدى الصحة يعني لا زالت التقارير تقارب ما بين مكتل شهلاي وإيرلو وهل هو أم لا النقطة الثالثة والأهم إذا حصل فعلا بقيادات الحركة الحوثية يعني بعض القيادات قتلوا فعلا هم محتاجين الآن لوضع الخلاف جانبا أي بمعنى مؤتمر داخلي بالنسبة لهم لتعيين بدائل في هذه القيادات لأن بقاءها فارقة يحصل صرع الجانب الآخر كيف يمكن تخدير المحيطين بهم هم هم استطاعوا أن يخدروا القبائل وخدروا الجماعة الزيدية لقيادة عبد العظيم الحوثي نعم ويخدروا أيضا الهاشمين يحيشامي وغيره وخدروا كل المحيط من حولهم الآن عندما استغنوا عنهم هم نستطيع أن نقول أن استعدوهم تماما وبالتالي ما بعد هذا بدأ المحيط يرجع بالنسبة لهم الآن يريدون المعاودة لتهديئة هذه المناطق وهذه الجبهات الداخلية أنا باعتقادي الحاسم في هذا الأمر العمليات العسكرية نعم إذا استمرت العمليات العسكرية كل يوم تستمر يخسر سنة الحوثي من سنوات نصره هل لديهم القدرة على استثمر هذه الخسائر؟ الحوثي؟ نعم داخلي أنا أنا باعتقادي كلما استمرت الحرب لا يستطيع تعويضها إلا في حالة واحدة إذا توقفت العمليات العسكرية إذا توقفت العمليات العسكرية تستطيع إيران في ظرف شهر إعادة ترتيب منظومتها الداخلية منظومة الحرس الثوري في اليمن منظومة الحركة الحوثية منظومة المحيط المجتمعي والقبلي والمذهبي الدائم للحركة وقد يصل بهم إلى عملية تصفية كبيرة لكثير من القيادات المخالفة لهم لكن هذا عائد على العمليات العسكرية أما إذا استمرت العمليات العسكرية لا إيران تستطيع الآن في هذا الظرف ولا للحركة الحوثية أن تستجلب جزء مقوة وأنا باعتقادي يصل الصراع إلى درجة تصفية داخل القيادات الأساسية لدعم للحرس الثوري لإيران ربما دعنا تحدثت أيضا عن تخدير دولي بالدعوة للسلام هل هذا ربما يجد ذان صاغية لدى المجتمع الدولي وحتى الإقليمي دعوتهم للسلام وأنهم الآن هم دعاة سلم وليس حر المجتمع الدولي هو بين فئتين فقط المجتمع يقول سنقبل بضغط قليل من أجل قبول الحوثي بعملية سلام والجزء الآخر من المجتمع الدولي لا يرى في ذلك بالأساس أنه لا يقبل الضغط على الحوثي وإذا حصل الضغط يقوم بكثير من إجراءاته من ضمن التقارير والبيانات ويخرج ملفات حقوق الإنسان وأزمة الفقر في اليمن والمجاعة والقضايا الإنسانية والأمم المتحدة تحذر هذا المجتمع يعني مجتمع منافق يعني عندما تعرضوا النازحين في مأرب للضرب والقتل والتهجير ومأرب يعني كانت في مكمن خطر وبداخلها ثلاثة مليون نسمة ولم يتحرك هذا المجتمع الدولي يتحرك اليوم المجتمع الدولي ويصيح على منطقة بداخلها بضعة مئات وبالتالي هذا المجتمع الدولي لا يرى بالأساس في إضعاف الحركة الحوثي أي مصلح له هو يرى عدم الضغط لكن بدون إضعاف الحوثي لأنه يرى الحوثي قد يكون أحد أذرع هذا المجتمع الدولي في الفترة القادمة في المنطقة بالذات ضد السعودية يعني لا يريدون القضاء علي لا يريدون الحسم المعركة ضد الحوثي أو إضعافه حتى يعني هذا متفق وهو يدري ذلك وهو يستثمر ذلك بالنسبة للخليج الخليج يرى إضعاف الحوثي لكن لا يرى في الحسم وهذه مشكلة أيضا واجهة نحن اليمنين صحيح طيب سأعود لك سيد عبدالسلام عدا معنا سيد عدل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميلي للدراسات والإعلام نرحب بعضتك مجددا سيد عدل كنت تتحدث عن خمس مستويات لهذه الارتدادات الآن على هذه الميليشيا جراء هذه الهزائم التي تتلقاها وأيضا الضغط الحاصل لها من قبل التحالف العربي تحياتي لك مجددا لا أدري إن توقفنا بالضبط لا أدري إلى إن استمر الكلام لأنني ذكرت الخمس المستويات لا ما أود التأكيد عليها الآن بناء على ما ذكر أن لا أعتقد أن أن جماعة الحوثي كانت لديها قوة مختلفة عن قوتها الحالية أيام إيرلو رغم أهمية إيرلو طبعا ولا أعتقد أن إيران لا يعني بشهلاء أو بغيرها قادرة أنها تستعيد قوة الحوثيين مثلا أو كأنها ترمم قوة الحوثيين إذا كان هناك إرادة متواترة ومتواصلة ومستمرة باتجاه الحسم الذي حادث كان في الأيام الماضية ما جعل الحوثيين وكأنهم عبارة عن قوة لأنهم هم يهاجمون والقوى الأخرى تدافع في مواقعها لم يكن هناك هجوم اعطني موقفا أو معركة واحدة لكافة التشكيلة العسكرية سواء في المأرب في الساحل في شبوة في كل مكان في البوقع في حجة أي معارك بنيت على الهجوم ينتصر فيها ولا شك الجيش الوطني لا شك في ذلك وينهزم فيها الحوثي الحوثي بعد ذلك هو الذي أخذ زمن المبادرة وعندما توقفت الجبهات كنقاط صد بالتأكيد أحيانا الجبهة مهما كانت قوتها من أجل الصمود يصعب بعد ذلك بقاءها المسألة مسألة وقت إذن استعادة زمام المؤامرة من جديد أو استعادة زمام المبادرة من جديد نعم في مسألة الحسم أو في مسألة الهجوم بالتأكيد هو يعري الحوثي ويظهر حجمه الحقيقي عسكريا وشعبيا وسياسيا وهذا الذي بدأ الآن منذ أن بدأت عملية إعصار الجنوب في شبوة وكذلك الآن مع عملية حرية لمن السعيد طيب من وجهة نظرك أيضا سيد عادل الآن هذه الارتدادات العسكرية على هذه الميليشيا هل ستؤثر على بنيتها الداخلية الآن هل هي قادرة أيضا على السيطرة نسمعنا هناك صراع وتنافس وهناك أيضا يعني قبائل أيضا ضاقت ذرعا وكما تحدثنا مع سيد عبد السلام محمد أيضا يعني في محافظة عمران أيضا بعض الدعاء الزيديين أيضا يرفضون القتال تحت قيادة عبد الملك الحوثي هل هناك تململ هل كل هذا يعني يساعد في إضعاف هذه الجبهة الداخلية بالنسبة للميليشيا الحوثية سيد عادل يبدو أن هناك مشكلة من المصدر مع سيد عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحمياري للدراسات والإعلام ربما تحدث سيد عدد نقطة مهمة يعني الميليشيا ليست بهذه القوة والقدرة ولكن ربما بعض العمليات يعني توقفت ولم يتم دعم الجيش الوطني لذلك يعني تمددت هذه الميليشيا ربما واستمدت قوتها من عدم ربما يعني تطبيق أهداف التحالف العربي سؤال كبير الآن هل باعتقدك هذه العمليات سوف تستمر هذا الضغط أيضا على الميليشيا سوف يستمر هل سيكون هناك تهديئة حاليا من خلال أيضا يعني هذه التحركات لطهران العمليات العسكرية وبذات الهجوم واستعادة المناطق هو يحتاج عدة أمور من ضمنها أولا يعني تنسيق كامل ما بين التحالف العربي والشرعية الحكومة اليمنية وزارة الدفاع مع كل الوحدات العسكرية الموجودة في الأرض التابعة سواء للوزارة الدفاع أو التي لا زالت خارج جيطار وزارة الدفاع ولا يستطيع هذا التنسيق إلى التحالف العربي أي بمعنى غرفة عمليات مشتركة هذه غرفة العمليات إذا لم تكن موجودة لا يستطيع أحد أن يقاتل هذه نقطة النقطة الثانية عمليات الهجوم هي تحتاج لأسلحة نوعية مناسبة للهجوم العسكري وليست للدفاع ما يمتلكه الجيش كان فيه مارب هو سلاح خفيف مناسب للدفاع ولا يستطيع أن يهجوم نحن نعرف أن الهجوم يحتاج صواريخ حرارية يحتاج مدفعية ذاتية للحركة نحن رأينا يعني دخول الوائن فقط في صورة واحدة مرت تقريبا عشر مدفعيات متحركة يعني شيء مهول مارب بكلها ليس لديها مدفع واحد من هذه المدافع النوعية بالتالي أنا باستطاعتي أقول إذا غرفة العمليات استمرت التي بنيت من أجل تحرير ثلاث مديرية في محافظة الشبوة استمرت لاستعادة مديرية في مأرب والتوجه إلى البيضاء والضغط على الحوثي وأخذ الجوف والضغط على الحوثي في محيط صنعاوة في بقية المناطق أنا بأعتقدي أن الحوثي سيزداد ضعفا وتفككا وحتى لا يستبعدا لا نحتاج حسم عسكري داخل العاصمة صنعاء وإنما قد نحتاج نوع من الثورة الاجتماعية داخل العاصمة وتسقط الميليشيات بعدواتها أي لا نحتاج لسفك دماء كثير إذا تم الضغط العسكري في الأطراف المركز يتفكك ذاتيا أما لو فكرنا في بقاء هذه المرحلة نتوقف عندها ستأتي سبع سنوات قادمة والحوثي يعود إلى نفس الطريقة في محاصرة مدينة مأرب قوي جبثة الداخلية من الجديد عادة معنا السيد عدل أحمدي هل تسمعني سيد عدل؟ نعم نعم نعتذر من المشاهدين للخلل من المصدر عبر الأقمار الصناعية مع السيد عدل الأحمدي الآن سيد عدل باعتقادك الآن مع زياد هذا الضغط الآن والعمليات العسكرية باعتقادك هذه الجبهة الداخلية التي كنت تتغنى بها الميليشيات هل سوف تسقط وتتفكك ويحصل لها انهيار؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر مع السيد عدل عموما نشكره ونكتفي بهذا القدر معه السيد عدل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام شكرا جزيلا لك ونشكر تواجدك معنا سيد عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات والبحوث شكرا جزيلا لانضمامك معنا في حلقة الليلة ونشكر أيضا الدكتور عيد المناء الأكاديمي والباحث السياسي المعروف كان معنا عبر سكايب وكذلك سيدة أم العالم الخبيرة في الشأن الإيراني بيضا نصل إلى ختم هذه الحلقة من حديث المساء ألقاكم على خير اشتركوا في القناة